أهلا بكم مشاهدينا في الفقرة النقاشية وخصصنا هذه الفقرة لهذا الصباح للحديث عن تساؤلات الأطفال وعلاقة هذه التساؤلات بتنميات قدرات الأطفال ويجهل لك بعض الآباء أن كثرة تساؤلات الأطفال يعد أكبر دليل على ذكائهم وتطور عقولهم لذا نجد ما أن يسأل الطفل يلقى رد فعل غير متوقع من الوالدين كالتضجر أو التجاهل فما تأثير هذا التصرف عليهم وما أسباب الفضول والتساؤلات الكثيرة لدى الأطفال نتعرف على هذا الموضوع أكثر مع ضيفتنا عبر الأقمار الصناعية خصيات الإرشاد النفسي الأستاذة عزية الحاشدي يسعد صباحك وأهلا بك أستاذة عزية صباحكم ألطاف يا رب أهلا وسهلا يعني أستاذة كثيرة هي تساؤلات الأطفال وحتى في بعض المواقف تكون محرجة فما هي أسباب هذه التساؤلات وهل فعلا تدل على ذكاء الأطفال نعم بالنسبة للشق الذي بالنسبة للنوع يدل على ذكاء الأطفال تعتبر تساؤلات الأطفال نوع من الذكاء يعني عند الطفل الذي يسبق عنه ذكائه العقلي مستوى عمره الزمني كمان أن الطفل الذي يبحث عن الأسئلة يسعى دائما إلى كم من المحصول الفكري التخزين المحصول الفكري والنفسي لدى هذا الطفل من الأسباب الفضل الزيد والأسئلة المتكررة عند الأطفال هناك عدة أسباب نذكر منها أولا أن حب الاستطلاحة لملازمة للطفل من خلالها يمكنه التعرف على البيئة المحيطة البيئة المحيطة أيضا قد بانتباه الأسرة السبب الثاني والمهم وهو أنها تعتبر مرحلة من خصائص من الخصائص النمائية من عمره 4 إلى 6 سنوات كمتطلبات لتلبية هذه المرحلة كالاحتياج إلى الحب والتقدير والاهتمام والثناء والمدح أيضا كالاعتراف به كفرد مستقل ينمو ويتطور ويفهم ويدرك احتياجاته وهذه الاحتياجات لا تأتي إلا عن طريق المعرفة كما أنها تسمى مرحلات الاستعداد للمدرسة نعم طيب كيف يجب أن يتعامل الأهل مع هذه الأسئلة كما ذكرت في المقدمة هناك أسئلة ممكن تكون محرجة وأسئلة خارجة عن المألوف بما يتعلق أيضا بالذات الإلهية كيف يجب أن يتعامل الأهل مع هذه التساؤلات ومع هذا الفضول عند الأطفال أولا حاجة يجب على الوالدة أن يكونوا مستعدين لهذه المرحلة والمرحلة التي قلنا عليها من 4 إلى 6 سنوات لأنه مرحلة تكثر في التساؤلات لأنه ينمو عنده تطور المخزون اللغوي والمعرفة والخبرات وأيضا التكوين النفسي يجب أولا أن تكون الإقابات مدروسة ويجب أن تكون الإقابات تراعي التطور النفسي والعقلي لدى هذا الطفل يعني أحيانا نشوف نمو هذا الطفل وعقله أقبله مثلا الإقابات تكون قصيرة ومحددات تلبي احتياجاته أيضا الأسئلة الواقعية الملامسة الواقع مثلا الطفل الذي يسأل عن الذات الإلهية وهذه من أكثر الأسئلة التي هي شائعة الطفل أصلا يستقب إلى الأشياء المحسوسة فأنا أوصف له يعني أقوم بوصف الأشياء التي أوصف له صفات الله عز وجل في الكون قدراته نعم علينا بحيث أننا أجد له قناعة تلبي عنده التسائل هذا الذي يسأله في الذات الإلهية أيضا الطفل أحيانا لا يسأل لأقل السؤال ولكن يسأل لأقل الاهتمام ولأقل يعني جذب الانتباه له ونقص شيء مهم من احتياجاته قلنا كذلك المربي الواعي والمختص النفسي هو الذي يعرف ما الهدف من خلال هذا السؤال هل السؤال يعني للتزود بالمعرفة أم السؤال للإحتياج النفسي مثلا يكون عنده نوع من المخاوف من القلق من التوتر فهنا المربي يكون عنده تكنيكات وإيجابات مدروسة بدقة حسب نمو وعمر هذا الطفل نعم طيب أستاذ عزية كثير من الأحيام يتهرب الأهل من الإجابة على الأسئلة ويكون هناك أيضا ضجر من كثرة التساؤلات كيف تؤثر هذه التصرفات على المخزون المعرفي لدى الأطفال وحتى على نفسية الطفل طبعا هي أساليب خاطئة جدا من قبل الآباء والأمهات وطبعا مش واعين يعني هم يشوفوا أنه هذا السؤال مثلا يتطقروا نسئلته كثيرة قد ربما يكونوا هم الأسرة مش عارفين أنه الإجابة هذا السؤال أو أنهم يعني يحبوا يربوه كما تربوهم فيقول لك هذا طفل صغير هذا ما يفهمش يعمل عنده يعني مثلا تضجر منه يتأفف منه فبالتالي يعمل له عملية قم طبعا هناك آثر نفسية جدا لهذا القم إسكوت ما تتكلمش عيب حرام ما تسألش كده عادك صغير هناك آثر على المستوى النفسي منها التوتر والقلق الذي يحدث لدى الطفل أيضا الصراع الداخلي أيضا هناك أعرض تظهر على المستوى البعيد كما قلنا في الحلقة السابقة من آثر التنشيئة الخاطئة والأساليب الخاطئة التي تندق نتيجة القمع والنقد والقمع والصراخ والمضالاة والتقاهل والسخرية من هذه الأعراض هي العدوانية الغيرة السرقة الكذب طبعا كل عراض من هذه الأعراض يعبر عن نقص احتياج فنحن لما نعالج يعني نعالج أصل المشكلة ولا نعالج ما نعالجش الأعراض نعالج أصل المشكلة فالمربو المختص المقيد هو الذي ينظر لأصل المشكلة فيقد الأسباب إنه ناتجة أصلا عن الأسرة نفسه نعم أيضا كذلك الآثلة المترتبة على القانب المعرفي للطفل أنه يغلب على شخصية هذا الطفل القمود وتغيب يعني صفاته الإيقابية كما أنه تحدث لديه تشوهات معرفية كذلك يقل عنده المحصول يعني من الخبرات والمهارة المعارف التي يقبل أن تكون تراكمية تؤهله مثلا للمراحل التالية تمام تمام أستاذ عزية أيضا تعكس ذلك كله يعكس على نفسه بصورة سلبية لا يستطيع رفض المعلومة التي تقدم له مثلا بصورة غير سليمة نعم حتى يكون عنده نقص في المعلومات والمعرفة منذ الصغر في بعض الأوقات عندما لا يجد الطفل الإجابة عند الوالدين وداخل المنزل يلجأ إلى مصادر أخرى لإيجاد الإجابة عن هذه التساؤلات فكيف يجب على الأهل بناء هذا الجسر من التواصل بينهم وبين أبنائهم حتى لا يلجأوا أبنائهم إلى مصادر أخرى لإجابة هذه التساؤلات وتكون ممكن هذه المصادر وهذه المعلومات مغلوطة عن هذه التساؤلات نعم فعلا بالضبط نحن نعتبر الوالدين الأم والأب وهم المصدر والقدوة الأول للمعلومة السليمة التي تكون متوافقة مع القيمة الدينية والموروثة الاجتماعية فإذا الطفل يعني ما وقدهاش يلقى إلى أساليب أخرى كثيرة وهي مشوهة كثيرا أنا حينما أريد أن أصنع قسر بيني وبين طفلي أولا أتخلى عن الأساليب التربوية التي تعيق التوافق والتواصل بيني وبينه نعم مثلا من خلال قلنا الحوار من خلق اللغة يعني صنع اللغة حوار بيني وبين هذا الطفل كمان الإنصات أنسط له لكن إنصات مش استماعا أنسط له أنا لغة القسدية كل معه التآزر البصري يعني يكون بصري متقه إلى بصره أسمع له أحضنه أضمه أفهم يعني نوعية سؤال أشجعه على هذا السؤال أحاول كذلك يعني ربط الإيجابات بالوسائل يعني التعليمية والتربوية كذلك من خلال التعامل معنا قاعدة هي قاعدة الإقناع وعدم الفرض قاعدة هذه الإقناع وعدم الفرض أنا لما مثلا أشتيأ أبني يعني قيمة عن طفلي وبنيتها بالفرض يعني والضغط والإكراه فبالتالي بالمستقبلا بيقوم يعني بالتمرد والرفض ما بيتقبلش لكن لما أعمل على عملية البناء بهذه القاعدة اللي هي الإقناع مع المشاعر يعني تكون القاعدة هذه مع المشاعر والعواطف التي تتصل باحتياجات والاهتمام بهذا الطفل كإنسان وليس كطفل ليس له قيمة أيضا الحوار مع مراعاة الصبر والحلم والأنا طبعا دائما نقول نحن النوع الثقة والعملية التربوية تحتاج صبر واستمرار نعم وخلال هذه السنوات أنا أقدر مثلا القيمة الوحدة كل سنة أبنيها بشكل بتكنيك بفنية بحيث أن تكون قيمة عنده مدى الحياة والثقة كما ما تنسحبش الثقة من الوالدين أنه هذا أبي وأمي أعطوني قيمة عظيمة بالحياة ومعلومات أنا أقدر يعني أن أنا بعدين أحاور وأختار المعلومات الصحيحة نعم بغير ما نغش من خلال المعلومات المشوهة أيضا من خلال المعايير والقيم التي توجه بالعواطف طيب أستاذة عزية أيضا كمان بتخصيص وقت أستاذة عزية في بعض الأوقات تخصيص وقت اللعب والحوار مع الأطفال نعم نعم سنستكمل هذه المقات ولكن في بعض الأوقات الأهل لا يعرفون الإجابة على كثير من التساؤلات يعني الأهل أنفسهم لا يعرفون الإجابة عن تساؤل لا يوجد عندهم معلومة عن تساؤل طرحه ابنهم أو ابنتهم كيف يتعامل الأهل مع أبنائهم في هذه الحالة إذا كانوا هم أنفسهم لا يعرفون الإجابة طبعا هنا في وسيلتين وهمتين أول حاجة اللي احنا قلنا أنه ننوه يعني وننتبهي إلى أنه لازم يكون فيه هناك استعداد عند الوالدين البحث دائما عن مصادر المعلومات عن الإجابة عن الأشياء التي تخص نمو مراحل هذا الطفل علشان يكون قدير بكل مرحلة كما قلنا بالحلقات السابقة نعم كل مرحلة لمتطلبات فهذا الأب والأم يكون معظم الأوقات ما عنده إجابة يجب عليه أنه يتطلع أنه تتقف أنه عرف أنه فهم ثانيا أنه يجب عليه أن يلقى إلى مختص أو استشاري مختص بهذه الأشياء التربية وليس إلى العامة كذلك أنه مثلا الأب والأم إذا مش عارف المعلومة ما ينحركش ما يبينش للطفل أنه أنا محرك وأنه أنا مفهمش مش قادر أفهمك لكن يقول له أنا الآن ما عرفش الإجابة ولكن بوقت آخر ببحث عن المعلومة وبكلمك عنه وبتناقش معك عنه أو كمان أقول له تعال أنا وأنت نذهب ونبحث عن المعلومة وبذلك يكون أننا قد دليت على مصادر موثوقة مثل الكتب الموثوقة مثل القصص التربوية مثلا المصادر الموثوقة بالنت كاليوتيوب وهناك مصادر موثوقة كثيرة فهنا ما يكونش فيها مشكلة نعم طيب أستاذة عزية متى يجب أن يكون الأهل ممكن يعني يجاوبوا على هذه التساؤلات كما يجاوبوا الكبار يعني في بعض الحالات نجاوب بكلمات ممكن مفهومة للأطفال تكون كلمات بسيطة في شرح الإجابة متى يجب أن نتعامل مع الأطفال كأنهم كبار ونشرح لهم الإجابة كما نشرحها للكبار سؤال مهم قدنا شكرا أستاذة سماح طبعا إحنا قلنا نجاوبة على حساب نمو العقلي نعم كل مرحلة لا إجابة معينة مثلا الطفل لما يسأل الأم أو مثلا الوالدين من أين أتيت فأنا ما أتوسعش طبعا بهذا السنب المعلومة في تكنيك يعني أنه مثلا عن طريق الرسومات أوضح له ووري له أدوار حياة الإنسان فبهذا أكون يعني أعطيته تلبية أو إشباع لهذه الحاجة بهذه المرحلة يعني من سنة صغيرة لكن لو يسألني مثلا هو بمرحلة المراهقة فأكيد أنه بهذه المرحلة المراهقة مهم جدا نعطيهم معلومات يعني عن الخلفية عن التنميط الجنسية عن الثقافة الجنسية نوعيهم يعني بأشياء تناسب يعني خصائصهم العمرية ونماءهم قدراتهم العقلية فالإجابة طبعا على بالسنة الصغيرة تكون قصيرة ما تكون شيء متوسع لأن الطفل لا يدرك يعني بالسنوات من نقول الطفولة من الأربع إلى الست مثلا السنوات عادة ما يدركش عنه ربما هو أصلا يحتاج يحتاج بس اهتمام منك ما يحتاجش هذه المعلومة التي تقلقي على شانه ولا تهميها تهمي أنه كيف توصليها له بينما يختلف في مرحلات المراهقة والنضغ نحن نعطيهم معلومات دقيقة وحسب المرحلة النمائية نعم إذن جزيل الشكر لك الأستاذة عزية الحاشد أخصائية الإرشاد النفسي كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من تعز يعطيك ألف عافية الله أعطيهم يا رب شكرا جزيلا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر